وجه رئيس عبد الفتاح السيسي بتكثيف جهود البحث وتوسيع رقعة مناطق الاستكشفات الجديدة للغاز الطبيعي والبترول سعياً لتحقيق الاستغلال الاقتصادي والتنموي الأمثل لموارد مصر وتعظيم الاحتياطيات المضافة من الغاز الطبيعي جاء ذلك خلال الاجتماع الذي عقده الرئيس بحضور رئيس مجلس الوزراء ووزير البترول والثروة المهدنية اجتمع السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي مع السيد الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء والسيد المهندس طارق المولى وزير البترول والثروة المعدنية وصرح المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية بأن الاجتماع تناول متابعة جهود الدولة للبحث والاستكشاف في مجال الغاز الطبيعي والبترول وقد وجه السيد الرئيس بتكثيف جهود البحث وتوسيع رقعة مناطق الاستكشافات الجديدة سعياً لتحقيق الاستغلال الاقتصادي والتنموي الأمثل لموارد مصر وتعظيم الاحتياطيات المضافة من الغاز الطبيعي بهدف تلبية احتياجات السوق المحلي وزيادة التصدير لدعم الناتج القومي وعرض المهندس طارق الملاء الخطط الاستثمارية الحالية والمستقبلية للبحث والاستكشاف حتى عام 2025 في مناطق شرق وغرب البحر المتوسط باشتراك كبرى شركات الطاقة العالمية وبإجمالي استثمارات حوالي 2.1 مليار دولار حيث من المتوقع طبقاً للنتائج الأولية الحالية أن يسفر البحث عن اكتشافات واعدة من شأنها أن تدعم الاقتصاد الوطني فضلاً عن ترسيخ مكانة مصر كمركز إقليمي لإنتاج وتدول الطاقة مؤكداً أن أنشطة البحث والاستكشاف التي تقوم بها مصر في البحر المتوسط تتم وفقاً لمبادئ وأعراف القانون الدولية واتفاقيات الأمم المتحدة الحاكمة لأنشطة إدارة الدول لمواردها الطبيعية أعالي البحر وأضاف المتحدث الرسمي أن السيد وزير البترول عرض كذلك خلال الاجتماع تطورات تنفيذ مشروع إنتاج الصودأش بالمنطقة الصناعية في مدينة العالمين الجديدة والذي يتم بالشركة بين كل من الدولة والقطاع الخاص بإجمالي استثمارات حوالي 500 مليون دولار وقد وجه السيد الرئيس بالإسراع في الإجراءات التنفيذية لمشروع إنتاج الصودأش الذي من شأنه أن يساهم في تحقيق التنمية المستدامة لمدينة العالمين الجديدة إلى جانب العائد الاقتصادي والصناعي الذي يحققه بالإضافة إلى توفير فرص عمل جديدة